بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي كم حبيبي عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي امهاتنا كانوا بيعملوها زمان. تدفينا في الشتا كده وتدي نطاقة حلوة وطعمها لزيز ونعرف ولادنا ايه اللي كنا بنكلوا زمان ومغزية وفيها قيمة عالية غزائية عالية جدا لان فيها مكونات هنقول ها دلوقتي كلها مع بعض. هنعمل مع بعض الفطير الدرة. الفطير الدرة معنا معي هنا المقدير بتاعته كيلو دقيق. آآ درة. آآ ومعايا آآ كوباية من الدقيق اللي عادي بتاعنا الفينو اللي احنا بنعمل بيه كل المخبوزات. آآ عشان دقيق الدرة بيبقى خشن شوية. فبنحط كوباية من دقيق تاني نضيفها عليه. ومعايا لبن ريب. انا مروبا. اه في الطاقل بتاعي. آآ ومعايا آآ قشطة. قشطة بتاعت وش اللبن. طلعت طاعة فكت معايا هي. ومعايا آآ معلقة صغيرة ملح. ومعلقة صغيرة آآ سكر. جيبنا طبعا عشان الحشو. جيبنا القريش. ومعايا معلقة سمنة بلدي. زي كده. ومعايا شوية زيت. شوية زيت آآ هنضيفهم هما كمان. هنبدأ مع بعض دلوقتي نعجن المكونات وهنشوف الطريقة اللي هنعجن بيها ازاي. معايا كمان رشة بيكنج بودر. هنضيف رشة بيكنج بودر على الدقيق. لان احنا مش بنضيف هنا خميرة. تقريبا معلقة صغيرة. بتفتح قلب الفطيرة وبتخليها مورقة وحلوة. ومعانا دلوقتي هنضيف كوبات الدقيق. كل دقيق عندي منخول. ده كده من اضفته. وهننزل باللبن الرايب والسمنة والزيت ونعجن. هو في العادي يعني بتعجن باللبن الرايب وسمنة وزيت. وممكن اشطى. آآ في ناس بتضيف مية. بس هو يعني يفضل لان دي الدرة ده بيبقى ناشف شوية فمحتاج ايه حاجات تطريه وتخليه مغزي شوية. آآ هنضيف اللبن الرايب والسمنة البلدي والزيت وزيت الدرة. لازم يكون زيت نضيف عشان يطلع تعمل فطيرة حلو. وهنعجنهم وهنرجع مع بعض. كده كده انا هرست الجبن بتاعتي في معلقتين اشطى. عشان تبقى حلوة وتاسمة كده وجميلة اللي هعمل بيها الحشو. وجهزتها عشان ابقى حشي بيها قلب الفطيرة. زي ما احنا شايفين كده نضيف اللبن شوية شوية لحد ما تلف معنا العجينة. بسم الله ما شاء الله. هنضيف الباقي. ولو حتاجنا شوية مية ما يمنعش يعني ان احنا نحط شوية مية. بسم الله الرحمن الرحمن. مش بنضيف خميرة ولا حاجة. العجينة دي من اسهل انواع العجين زي ما احنا شايفين. آآ سهلة جدا وبتبقى طرية شوية ومفككة كده مش بتحتاج لاتو عجني كتير. يعني انا زودت تقريبا كباية مية. علشان اللبن الرايب مش مكافي ما شاء الله. كمية. وهو عادي يعني ان احنا نضيف مية. في الناس بيعجينوها بمية خالص. بس انا بعجينها بلبن ريب عشان تبقى ايه? لزيزة وطرية وحلوة. جميلة. العجينة زي ما احنا شايفين. تبقى فكة كده. وطرية كده. هنعملها بقى قرس. كبيرة كده. وهنحشيها مع بعض من قلبها بالجبنة مع القشطة اللي انا عجناهم مع بعض. ونفردها بصانية. عندي صانية الامونيوم كده للخبز. انت زلت فيها شوية زيت. معلقة زيت كده وهدهنها كويس. وحكت فيها القرسة بتاعتي الفطيرة وافردها. اه احنا كورنا دلوقتي القرسة بتاعت الفطيرة. الحجم اللي انت عايزها على قد الصانية بتاعتك. انا اتكبرها شوية لاننا عندي الصانية كبيرة. زي ما احنا شايفين كده. وهفتحها من الوسط. كده. واخد الحشو بتاعي اللي هو جبنة على قشطة. طبعا انت ملاحة الجبنة وضيقها وعارفة طعمها كويس. آآ بحيس تبقى يعني حدوءها وملحها مزبوط. واحشي الفطيرة بتاعتي زي ما انا شايفة كده. كمية حلوة عشان تبقى متجمسة وجميلة. وقلمها تاني عليها بالمنزر ده. كده اهو. هلمها بسوابع كويس. واقفل على الجبنة. علشان ما تطلعش مني وانا بقى اخبزها. وانا بقى ارتطها في الفل آآ وبفردها في الصانية. واقلبها بقى على الناحية التانية. ففي حاجة باينة اغطيها كده. واحطها في الصانية بتاعتي. وايه? وافردها. طبعا انا حطتها مع الصانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيها بايدي كده بشويش عشان ما تتشققش مني. وافرد. افرد شوية بشوية. وازبط اي حاجة بتتشقق. واوصل بيها لسمك مش مش تخين ومش رفيع يعني حوالي من صانتي شوية. او ممكن صانتي. زي ما احنا شايفين انا جايبة معلقة قشطة اللي هي وش اللبن اللي انا محاوشها. مع معلقة زبدة مع معلقة لبن ريب. وقلبتهم كويس جدا كده دمجتهم مع بعض. وهنزل بيهم على وش الفطيرة بتاعتي. وافردها. عشان هي دي اللي هتديني اللون الاحمر الجميل بتاع وش الفطيرة. هنفردها كده بسم الله ما شاء الله طبطبة كده. مش فاهمة ايه السر في الطبطبة دي. يمكن عشان لقيت الطبطبة. بس هو انا كنت مشوف والدتي يا الله يرحمها كانت بتعملها بالشكل ده. مش دهان لأ طبطبة. تقول لي لازم الفطير من الدرة لازم يتطبطب يوشه كده. مش فاهمة لي. اجد بيعني معدر شاجة. اه. كده خلاص الفطيرة بتاعتنا. هتدخل الفرد. ونبقى نشوف مع بعض الشكلة هيدي. لما تخرج من الفرد. دي الفطيرة التانية عملتها. برضو محشية بالجبنة. ودي واحدة تالتة عملتها بدون جبنة عشان اللي ما بيأكلش بالجبنة. زي ما احنا شايفين بس لسه هده نوشها. ما شاء الله تلاتة خمت ما شاء الله كيلو دقيق كوباية من دقيق تاني. اعملوا تلات فطير كبار جدا. واحدة متوسطة واتنين كبار. بسم الله ما شاء الله. شكلهم تحفى وطعمهم ان شاء الله هيبقى اروع من شكلهم بكتير. انا واسكة. انا بعمل دلوقتي والدنيا بتمطر. فاكرين بقى لما كنا بنعمل فطير او امهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوا فطير واحنا صغيرين كنا بنقول ايه? لما الدنيا بتشتي? اللي عارف يقول لي. معنا اول واحدة طلعت. المال ده. ما شاء الله. من تحت وننفق بالخمالة. معنا التانية في الفرن. ايه ما احنا شايفين نعمل جنبها بطاة دو. الفطيرة التانية طلعت ما شاء الله اللي هي بجبنة. لونها خطير وريحتها قلب الشقة. وما شاء الله على الدفاء اللي الفرن عامله في الشقة وريحة اللي طلعها جميلة في في الاجواء الشتوية الحلوة دي. احلى فطير. احلى فطير. فطير الدرة. ممكن تكليل. وصحي وجميل. ومش دسم قوي زي الفطير المشالتك. وتغيير. معي هنا الفطيرة الاخيرة. تالتة في الفرن. والبطاطا كمان. ابرا بتستويه. نحاول نقلها. كده احنا شوينا البطاطا بين الفطير وضربنا عسفلين بحجار. عشان ما نلعش الفرن مرة تانية. ان شاء الله. ما احنا شايفين. اللي بناها. اخر انتظار بقي ايه. الفطيرة دي تخلص وانتغد ان شاء الله. ودي الفطيرة الاخيرة. وصحيتين وانا بقى اللي على قلبكو. الفطير الجميل مع العسل الابيض والجبنة القريش والعسل اللي سمد. الفطير والاشطة. والاشطة. الفطير والاشطة.